اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في فترة ما زهير ذوادي خطر وصلوا له كلام بالغالط وفهموا كلاشاني وبعض اليوم ربي عاونوا وربي وفقوا ما حكيتوش بعض المكلاشيك ما نحكيش أنا تعرف قولك حاجة أمر كان الثنية نهار جبتك قدامي تو نحكيه أكثر مسؤول كنت ما تفهمش معه في فترة جمال العطروس كنت نختلف مع الفريق المحيط به الكل أقوى جمهور العب ضده وانتي كنت مسؤول في الفريق أقوى جمهور شفتو الحقيقة يخوف بشنفاجئك ما نقولش الاسبرانس ولا لأ فبنظرت عليش يخوف جمهورهم أكوية أمبولسيف برش أكثر متعراجي اسبرانس دربي لهناه معنطها أما للسيابي غاديكا ظروف أخرى معنطها هدف قاعد في بارك ما تنسيهش للنادي الأفريقي هدف سسمو تراوري ضد الاتحاد المنستيري كيفاش خذي الكورة أعطاها ملكة 35 حطها في الكاتر فنديس العادل النفذي بالنسبة لي أنا كان هدف غير عادي مليعبي خدام برشة كان عادل سليمي بالعكس طبو مليعبي كركار مليعبي كركار وخسر الكريير كبيرة كبيرة مليعبي غير عادي خالد سعيدي خالد سعيدي كان جاء خدامه طالق ذيب وقتها قال للتاريخ بتشزنه كيراني في الكيب ناسيونال عاية الخالد يقول خليفتي تنرفز عليه عاية كركير متاعه خالد كركار خالد كان جاء يخدم بالكدا رو عمال كريير بروفيسيونال كبيرة برشة مليعبي عام برشة مشاكل والله معي أنا ما شفتش معنطها برشة مشاكل عادي معنطها ثملي يتغشش على الفلوس اي مشاكلي شوي لا مثماش مشاكلي مشاكلي لا شكوين يتغشش على الفلوس برشة لا الملعبين كل معنطها كما يخلص الشهرين ثلاثة اكثر واحدة بزيت شوية لا 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 أنا يعجب بالعكس نقول لك حاجة أنا ريدك يعارك وواحد يعجبوني أنا ينرفزوني كي يقول لك أينقرف وما ريدك يبدأوا يعارك ويجي ويحب الفلوس وكذا ومش معقول والله يعجبوني خطأ عملت وندمت عليه رجوعي لفعل مرة ثانية مع عبد السلام اليونسي هزيمة قاعدت في بالك مع الفريقي هزيمة قاعدت في بالي ثم دربي صار فيه برشة ظلم حكم ميطالي ضربت جزائي وقتها للنادي الافريقي سي زيرو زيرو يزفرها واحد عمره واربع سنين خسرنا وقتها واحد بشي الحكمة ذاك عمل الفين اللي يحب عم قديس قبل الفين واحداش نسيت في كلاسيكو تلاجب يتوارج كونتشاج حتى حد ما يهمكش ما نتفرش بتاتر تستغرب ما نتفرش هنا ساعات نبدأ محرج نكلم في ميسيون قلوا بربي مسلنيش على الماتشرا متفرج والله من تلعبش كله بافريكان في الويكاند نبدأ نتابع في البطولات الوروبية بي نكمل معك باخر فقط